اشتركوا في القناة وما حدث في مهرجان تاعز العيدي في إحدى ساحات المدينة وتحويله إلى إطلاق رصاص أدى إلى سقوط جرحا بعد رفض الإصلاح رفع صور لطارق صالح بين الجماهير كل ذلك يشي بالكثير كما أن ارتفاع حدة الصراع بين الطرفين ربما يصل إلى المواجهة العسكرية المباشرة كل هذا تصب أن تاعز صارت وكر للأعمال الإرهابية وطبعا نحن نتوقع بأن هناك تحضيرات الآن لزق تاعز في أكثر من صلاح وفي أكثر من حرب وفي أكثر من اتجاه يعني ما يجري في تاعز خارج عن التوقيهات وخارج عن الشرعية إنما في جانب المظهر لكن من تحت إلى تحت تجري أعمال إرهابية كثيرة حزب الإصلاح كما يقول مراقبون يخشى من تمدد قوات طارق صالح في تاعز واقتحام المدينة وإزاحته من المشهد كما أزيح في كثير من المحافظات اليمنية الجنوبية بمباركة من المجلس الرئاسي اليمني المؤلف سعوديا فيما يرفض الحزب قرارات المجلس وتحركاته ما لم يكن له نصيب في كل القرارات وفي كل التعيينات يؤشر على خلاف بين أطراف المجلس الرئاسي خاصة الطرف المخى بقيادة طارق صالح وإيضا الإصلاح الذي يخشى من تمدد طارق صالح والدخول إلى مدينة تاعز والسيطرة عليه خاصة أن هناك ترحيب من الجماهير في تاعز خاصة بعدما تعرضوا إلى ويلات من التعذيب والسيطرة من قبل ميليشيا يحاول طارق صالح عبر إقامته الاحتفالات والمهرجانات كسب الولاءات وسط مدينة تعاز التي تسيطر عليها قوات الإصلاح ليعيش أبناء المدينة تحت رحمة الأجندات الخاصة والصراعات الداخلية أحمد محمد زبيب صنع الميادين